هل تعتقد أن الموضوع أخذ شكل أو موضوع الهوية والإديولوجيا لعبت دورا في هذه النتيجة؟ نعم بدون شك لأن في نهاية المطاف خاصة خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية بعد أن نشرت جريدة جمهوريات صور الشاحنات التركية ويتنقل الأسلحة للجماعات الإرهابية في سوريا أثار ذلك ضجة كبيرة من الجانبين يعني أردوغان ودودوغلو اتهماء الجريدة ورئيس تحريرها وزعماء الأحزاب السياسية المعارضة بأنهم خونة وعملاء ومتآمرين مع الامبريالية والصهيونية والرجعية وغير من هذا الكلام ضد الأمن الوطني والقومي لتركيا بالمقابل زعماء الأحزاب السياسية اتهموا أردوغان بالخيانة الوطنية الكبرى لأن وفق القانون التركي لا يسمح لأي شخص مسؤول أن يرسل الأسلحة والإرهابيين إلى دولة مجاورة أعتقد المادة 302 من قانون العقوبات التركي أيضا هذا الموضوع عندما تم مناقشته في إطار إحالة الرئيس أردوغان إلى المحكمة الدولية في لاهاي باعتبار أنه هو المسؤول عن دعم الجماعات الإرهابية في سوريا هذا أثار ضجة كبيرة في الشارع التركي وأعتقد بأن حسب استطاعات الرأي ليس رأيي الشخصي أنا استطاعات الرأي قالت بأن هذا الخبر وهذه الصور أثرت على تأثير على ميول الشعب التركي بما لا يقل عن 4% ضد العدالة والتنمية فيما يتعلق بموضوع أن العرب كوباني أعتقد كان له تأثير كبير بالنسبة للأكراد يعني لأن في 13 ولاية من جنوب الشرق التركية وحيث يعيش الأكراد حصل حزب الشعوب الديمقراطي على أغلبية ساحقة أغلبية ساحقة يعني في بعض المدن وصلت نسبة الحزب إلى 90% لأن غالبية الأكراد الذين صوتوا في الانتخابات السابقة للعدالة والتنمية صوتوا هذه المرة لحزب الشعوب الديمقراطي من ميول قومية والسبب هو كما ورد في السؤال هو موضوع أن العرب كوباني فيما يتعلق بالعلويين أيضا كان له ما ورد في السؤال أيضا أيضا كان هناك مشكلة لأن خاصة المجازر التي قام بها الإرهابيون في منطقة جسر الشغور ضد القرى العلوية هذا أيضا أثار ضجة كبيرة في الإعلام التركي ونقلت الصور وكان هناك كلام كثير عن هذه المجازر هذا أيضا كان له تأثير كبير في ميول الشعب أو العلويين الذين صوتوا غالبيتهم لحزب الشعوب الديمقراطي والآخر لحزب الشعب الجمهوري الصورة وضحت تماما الذين صوتوا في الماضي للعدالة والتنمية من العلويين نسبة ما منهم صوتوا للشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر